بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلابي وطالباتي معكم المعلم أمجاد الشهري من معاهد برامج التربية الفكرية للمرحلة الدراسية المتوسطة الصف الدراسي أول متوسط الفصل الدراسي الثالث المادة الدراسات الاجتماعية عنوان درسنا لهذا اليوم مهن الأنبياء عليهم السنة المجال المستهدف المعرفي المجال المساند المهارات الاجتماعية الهدف العام أن يتعرف الطالب والطالبة على مهن الأنبياء عليهم السلام الأهداف الخاصة أن يذكر الطالب والطالبة اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثانيا أن يذكر الطالب والطالبة مهن الأنبياء عليهم السلام قوانين درسنا لهذا اليوم طلابي وطالباتي أجهز كتابي وقلمي أستمع لشرح المعلمة أجلس جلسة صحيحة وأنظر إلى الشاشة إذن قوانين درسنا لهذا اليوم طلابي وطالباتي أجهز كتابي وقلمي أستمع لشرح المعلمة أجلس جلسة صحيحة وأنظر إلى الشاشة طيب طلابي نرى الآن ماذا يوجد لدينا خلف هذا الستار لدينا سؤال يقول من هو؟ رسول الله بعث إلى الإنس والجن في الإسلام من هو؟ أرسل ليعيدهم إلى توحيد الله وعبادته من هو؟ إذن أرسل ليعيدهم إلى توحيد الله وعبادته من هو؟ خاتم الأنبياء والرسل من هو؟ طلابي من هو خاتم الأنبياء والرسل؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم إذن من هو؟ هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اسمه هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إذن طلابي من هو خاتم الأنبياء والرسل؟ هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب طيب طلابي لدينا الآن سؤال يقول من هو؟ من هو خاتم الأنبياء والرسل؟ نشير على الإجابة الصحيحة بنجمة هل هو محمد صلى الله عليه وسلم أو إبراهيم عليه السلام؟ ها طلابي من هو خاتم الأنبياء والرسل؟ أحسنتم الإجابة الصحيحة اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل؟ طيب طلابي لدينا الآن أيضا هذا التمرين من هو نبيك؟ ها من هو نبينا؟ هل هو محمد صلى الله عليه وسلم أو يوسف عليه السلام؟ ها طلابي من هو نبيك؟ هل هو محمد صلى الله عليه وسلم أو يوسف عليه السلام؟ ها طلابي أحسنتم لدينا هنا الإجابة الصحيحة اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم إذن من هو نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم طيب طلابي تعرفنا سابقا في درسنا السابق اللي هو على الأنبياء من أولي العزم الأنبياء من أولي العزم ذكرنا منهم هم أهل الصبر وقوة تحمل المشاق من المرسلين الذين ذكرهم الله في القرآن وهم نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وعيسى عليه السلام وموسى عليه السلام وأيضا محمد صلى الله عليه وسلم إذن الأنبياء من أولي العزم هم أهل الصبر وقوة تحمل المشاق طيب طلابي نتعرف الآن اللي هي على مهن الأنبياء عليهم السلام مهن من؟ الأنبياء عليهم السلام أولا لدينا آدم عليه السلام آدم عليه السلام نبي من أنبياء الله أختاره الله لهداية الناس إلى عبادته وحده لا شريك له ودعوتهم للأخلاق والفضيلة والنهي عن المحرمات ما هي مهنة آدم عليه السلام كان مزارعا إذن آدم عليه السلام كانت مهنته مزارعا طيب طلابي إذن ذكرنا مهن الأنبياء أول نبي لدينا اللي هو آدم عليه السلام ومهنته كانت ماذا؟ مزارعا أحسنتم ثانيا لدينا من الأنبياء اللي هو إدريس عليه السلام إدريس عليه السلام من هو إدريس؟ هو نبي من أنبياء الله أختاره الله لهداية الناس إلى عبادته وحده لا شريك له ودعوتهم للأخلاق والفضيلة والنهي عن المحرمات إذن ثاني نبي لدينا طلابي وطالبات اللي هو من؟ إدريس عليه السلام وذكرنا أنه نبي من أنبياء الله أختاره الله لهداية من؟ لهداية الناس إلى عبادته وحده لا شريك له ودعوتهم للأخلاق والفضيلة والنهي عن المحرمات طيب هذه الصورة ماذا تمثل؟ ها ما هي مهنة إدريس عليه السلام؟ كان ماذا؟ ماذا نرى هنا في الصورة؟ كان خياطا إذن إدريس عليه السلام مهنة اللي هو كان خياط إذن مرة أخرى آدم عليه السلام ماذا كان؟ ها طلابي ما هي مهنة آدم عليه السلام؟ كان مزارعا أحسنتم نرى هنا في الصورة تمثل اللي هو عمل المزارع ولدينا هنا إدريس عليه السلام مهنة ماذا؟ كان خياطا أحسنتم طيب ثالث نبي لدينا طلابي وطالباتي من الأنبياء اللي هو نوح عليه السلام نوح عليه السلام من هو نوح؟ هو نبي من أنبياء الله أختاره الله لهداية الناس إلى عبادته وحده لا شريك له ودعوتهم للأخلاق والفضيلة والنهي عن المحرمات إذن ثالث نبي لدينا طلابي وطالباتي هو من نوح عليه السلام هو نبي من أنبياء الله أختاره الله لهداية الناس إلى عبادته وحده لا شريك له ودعوتهم للأخلاق والفضيلة والنهي عن المحرمات طيب ماذا كانت؟ اللي هي مهنة نوح عليه السلام ماذا نرى هنا في الصورة؟ نرى كان كان نجارا إذن نوح عليه السلام كان ماذا؟ كان نجارا إذن من هو نوح عليه السلام؟ نبي من أنبياء الله اختاره الله لهداية الناس إلى عبادته وحده لا شريك له ودعوتهم للأخلاق والفضيلة والنهي عن المحرمات المحرمات مهنة نوح عليه السلام كان ماذا؟ كان نجارا أحسنتم طيب لدينا هنا محمد صلى الله عليه وسلم من هو محمد؟ هو أيضا طلاب نبي من أنبياء الله أختاره الله لهداية من؟ لهداية الناس إلى عبادته وحده لا شريك له ودعوتهم للأخلاق والفضيلة والنهي عن المحرمات طيب محمد صلى الله عليه وسلم ماذا كانت؟ مهنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماذا نرى هنا؟ نرى كان في صغره راعيا ثم اشتغل فيه كبير وهو كبير بالتجارة إذن كان راعيا ثم اشتغل بالتجارة إذن محمد صلى الله عليه وسلم كان راعيا ثم اشتغل بماذا؟ بالتجارة إذن طلابي وطالباتي ها لدينا الآن أيضا نبي من الأنبياء اللي هو داود عليه السلام داود عليه السلام من هو؟ هو أيضا نبي من أنبياء الله أختاره الله لهداية من؟ لهداية الناس إلى عبادته وحده لا شريك له ودعوتهم للأخلاق والفضيلة والنهي عن المحرمات ماذا كانت مهنة داود عليه السلام؟ كان حدادا كان ماذا؟ كان حدادا إذن داود عليه السلام كان ماذا؟ كان حدادا أحسنتم مرة أخرى طلابي وطالباتي داود عليه السلام نبي من أنبياء الله أختاره الله لهداية من؟ لهداية الناس إلى عبادته وحده لا شريك له ودعوتهم للأخلاق والفضيلة والنهي عن ماذا؟ عن المحرمات مهنة كانت ماذا؟ حدادا أحسنتم لدينا هنا أيضا طلابي اللي هو النبي صالح عليه السلام من هو صالح عليه السلام؟ هو أيضا نبي من أنبياء الله أختاره الله لهداية من؟ لهداية الناس إلى عبادته وحده لا شريك له ودعوتهم للأخلاق والفضيلة والنهي عن المحرمات طيب صالح عليه السلام كانت مهنة طلابي وطالباتي كان تاجرا كان ماذا؟ كان تاجرا إذن مهنة صالح عليه السلام كانت التجارة طيب طلابي لدينا الآن هذا التمرين اللي هو صفحة سبعين صفحة سبعين يقول السؤال صل بين الأنبياء عليهم السلام والمهن التي عملوا بها ذكرناها قبل قليل آدم عليه السلام ما هي مهنة آدم عليه السلام؟ ها طلابي كان ماذا؟ كان مزارعا أحسنتم إذن آدم عليه السلام كان مزارعا طيب إدريس عليه السلام كان ماذا؟ ماذا ذكرت المعلمة قبل قليل؟ كان خياطا أحسنتم إذن آدم كان مزارعا وإدريس عليه السلام كان خياطا طيب نوح عليه السلام نوح كان حدادا أحسنتم إذن نوح عليه السلام كان حدادا طيب محمد صلى الله عليه وسلم ذكرنا في صغرة كان راعي ثم اشتغل في ماذا؟ بالتجارة إذن كان عليه الصلاة والسلام راعيا إذن مهنة محمد صلى الله عليه وسلم ذكرنا كان راعيا ثم اشتغل بالتجارة طيب داود عليه السلام ما هي مهنة داود عليه السلام؟ كان حدادا أحسنتم إذن تعرفنا هنا طلابي وطالباتي اللي هي على مهن الأنبياء عليهم السلام آدم عليه السلام وإدريس عليه السلام ونوع عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم وداود عليه السلام انتهت أنشطة درسنا لهذا اليوم طلابي وطالباتي توصياتنا الأولياء الأمور التركيز على رفع مستوى الدافعية كما علينا خلق بيئة محفزة للتعليم بالتعزيز والتشجيع بأنواع المتابعة ونقل الخبرات والأثر التعليمي أثناء الحصة إلى البيئة من حولنا انتهى درسنا لهذا اليوم كنت أنا معكم معلمتكم أمجاد الشهري أراكم بإذن الله في الدرس القادم مع السلام